بسم الله الرحمن الرحيم ولا نهاية للعبث بمصيره ومقدراته ولا سيادة للليبيين فوق أرضهم ولا السعادة للعزة والكرامة ولا نهاية للذل والمهانة ولا أمن ولا استقرار ولا بناء ولا عمار ولا حاضرة ولا مستقبل إلا بانتصار جيشكم انتصاراً ساحقاً على الإرهاب وعلى من باعوا الشرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكل بأجداد نقروناً مريرة متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين وركعوا أمام أسيادهم ليقبلوا أيديهم وانبطحوا على بطونهم ليلعقوا نعالهم يستجدونهم الإغاثة والنجدة من هول ما أحاط بهم من كل جانب بعد أن رأوا بأم عينهم طلائع قواتكم المسلحة الباسلة تتقدم بكل شجاعة وثبات لتدك أوكارهم في قلب العاصمة وهم يختبئون مرتعدين خلف الحرائر وستعر لتذيق بهم الأرض بما رحبت جزاء بما اقترفت أيديهم من جرائب في حق شعبنا الأبي أيها الليبيون في كل مكان لم يعد تحرير طرابلس محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم بعد أن استنزف الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقاته وتلقى من الضربات الموجعة ما شت تجمعه وأفقده غالبية مقاتليه وعتاده حتى لجأ إلى تجنيد الأطفال والمرتزقة والزج بهم إلى الموت والهلك وبعد أن أعلننا سعة الصفر للاقتحام الكاسح الواسع وبداية المعركة الحاسمة التي تشرف الآن على أن تتوج بالنصر والفتح المبين لكن المعركة اليوم لم تعود من أجل تحرير العاصمة فحسب بل يشتد سعيرها ويتأجج لهيبها لتصبح حربا ضروسا لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشر يرى في ليبيا إرثه التاريخي وأنها أرض بلا شعب ويحلم باستعادة إمبراطورية بناها أجداده بطوب من الجهل والتخلف والغطرسة والتغيال وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها ويحشد قواته ويحشد قواته اليوم لغزونا واحتلال أرضنا واستعباد شعبنا من جديد وقد وجد من الخورة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا ولكن هيهات هيهات فاليوم نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذي خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشابلة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون ونستعد بكل ما أتانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا فهذه الأرض هي العرض لنا قد سقينا تربها من دمنا وهي عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا وولاية أمرنا على كل لبي حر يعتز بوطنيته وانتمائه في هذه الأرض الشريفة الطاهرة ويفتخر بزهاد أبائه وأجداده من أجلها ويؤمن بأن الحياة وقفة عز وأن الوطن دونه الروح أن يصطف إلى جانب قواته المسلح وضباطها وجنودها الأشاوس الذين عاهدوا الله أن يفتدوا الوطن بأرواحهم عليكم أيها الليبيون أن تضعوا خلافاتكم جانباً وأن تعززوا الثقة في أنفسكم وفي جيشكم وتحملوا السلاح لتدافعوا وراءه عن أرضكم وشرفكم فالعدو قد أعلن الحرب وجاهر بالعداء وقرر غزو بلادنا وإن له لبي المرصاد وعلى الشعب التركي الصديق الذي تربطن به أواصل الأخوة في الإسلام أن ينطفظ في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأصرها إرضاء لنزواته نوجه خطابنا إلى الأمة العربية قاطبة إلى شعوبها وجيوشها وقادتها إلى شبابها وكهولها بأن حرباً قوميةً يشعل فتيلها هذا هذا السلطان التركي المعتوه في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلى مشرقها بإعلانها أن ليبيا إرث له وهي إشارة ليس لها إلا دلالة واحدة بأن الدول العربية بلا استثناء هي جزء من إمبراطورية أجداده التي انهزمت وتهاوت وطواها الطاريخ غير مأسوف عليها وإلى غير رجعة وهي جميعها في خارطة أحلامه وأوهامه إيالات يجب أن تخضع لسلطانه فردوا عليه الإهانة قدر ما يستحق منها فردوا عليه الإهانة قدر ما يستحق منها واستعدوا لصناعة التاريخ من جديد وتربسوا بعدوكم كما يتربس بكم وعلموه أن على الباغي تدور الدوائر ولقنوه درسا يكون عبرة للطغاة والبغاة في العالم وختاما نطمئن شعبنا العظيم بأن قواته المسلحة على ثقة من النصر بإذن الله ولن يهتز ثباتها أو تضعف هزيمتها أو تحيد عن الهدف فهي عازمة بعون الله على دحر الإرهاب وتحريد كامل التراب ليعود الوطن إلى أهله بكامل سيادته ويعود أهله إليه ويجر المستعمر أديال الهزيمة ويلعنه التاريخ إلى يوم يبعثون بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته